عندما نتحدث عن المناطق التي لم يدخل إليها تنظيم داعش فمثلا النجف الأشرف فرض أجور يقال أنها رمزية على أصحاب المحالة التجارية وفق قرار لمجلس محافظة النجف وعندما يتم فرض أجور على أصحاب المحلات الضحية بالتأكيد هو المواطن العراقي لأنه الأسعار سترتفع هذه حالة طبيعية في ظل ماذا؟ في ظل تأخر الرواتب وتخفيضها لجميع الموظفين بكل الدرجات من الدرجة التاسعة والعاشرة عندنا وصولا إلى الدرجة الأولى كالمدراء العامين أما بالنسبة لكربلاء فالحكومة المحلية هناك فرضت تسعيرة خمستالاف دينار على من؟ على المواطن الذي ينوي زيارة المريض التابع إلى بأي مستشفى بداخل المحافظة أضف إلى ذلك رفع تسعيرة الفحوصات والباصات والعلاجات في مختلف المؤسسات الصحية لما تجي تبحث عن الضحية من؟ أكيد الضحية هنا هو المواطن العراقي الذي يريد يزور أقرباء أو أخو أو ابن عم بالمستشفى لازم يدفع خمستالاف دينار حتى يدخل يزور المريض ويطلع أما البصرة فسوء القرارات ورفع التعرفة القمرقية على المنفذ الحدودي بالتالي تضر التجار والأهالي وارتفاع المواد الغذائية لما تجي تبحث عن الضحية الضحية هو المواطن أكيد لما يجي أحد يتأكد على موضوع مجلس محافظة النجف دعونا نشاهد الصورة هذه ما اليوم البارحة مجلس محافظة النجف يقرر رفع التسعيرة ولما تجي على نقطة أخرى لعملية فرض ضريبة أو تعرفة أو تسعيرة خمستالاف دينار للي يريد ينوي زيارة المريض هذا الوصل لأحد المواطنين اللي بعثنا هذه الصورة اللي هي صورة الوصل بكل المستشفيات الموجودة بالمحافظات الجنوب هذه جاء جتي من ماذا؟ جاءت بسبب القرارات من الحكومة المركزية اللي تعتبر عشوائية وعنوان حلقتنا اليوم عشوائية القرارات ومدى تأثيرها على الواقع العراقي الحكومة المركزية مجرد همست بأنه الموازنة العراقية والأزمة الاقتصادية العراقية التي ستمر على العراق شوفوا اللي صار بمجالس المحافظات أصبح عملية ابتكار أصبحت عملية اجتهاد والضحية منه؟ الضحية هو المواطن في حين واجب عضو مجلس المحافظة وواجب السياسي بشكل عام يكون دبلوماسي يبحث عن ماذا؟ يبحث عن راحة ورفاهية المواطن العراقي يجبوا لسياسي واحد عراقي اليوم يبحث عن هذا الأمر الرئيسي اللي هو مكلف بي لما انتخب حتى يمثل الشعب العراقي ما من المعقول العراقي كلهم لـ 30 مليون نسمة أو أكثر من 30 مليون نسمة يروحون يصوتون على قرار بمجلس النواب لازم أكون موثلين طيب هذول الممثلين هل فعلا هم ممثلون الشعب العراقي؟ هذه كانت إحدى حلقات أو إحدى أسئلة حلقات برنامج التغطية الخاصة في الحلقات الماضية والجواب كان بالإجماع من قبل الشعب العراقي السياسيون لا يمثلون الشعب العراقي للأسف لما تيجي على المناطق اللي لم يستطع تنظيم داعش الدخول إليها ذكرت لكم النجف وذكرت لكم كربلاء وذكرنا البصرة نأتي إلى محافظة بابل الانشغال ببساطة الأمور وعدم الالتفاق على توفير حصة المحافظة المائية وأحنا ببلد النهرين دجلة والفرات بالتالي الأهالي يموتون عطشا والمحاصيل الزراعية والأراضي أصبحت جافة هذه المحافظات التي لم يدخل إليها التنظيم داعش لكن قلناها سابقا ونرددها اليوم من دمر العراق ليس داعش فقط فلدينا مروجون لداعش موالون لداعش محققون لأهداف داعش كيف؟ عندما تفشل الحكومة في رعاية شبابها وتنجح في تشريد أطفالها فقد خلقت بيئة يتكاثر فيها تنظيم داعش عندما تكثر أياد الفساد من سياسيين وقاد أمنيين وعسكريين تكثر الثغرات من خلالها يخترق تنظيم داعش الصفوف فيما لو كانت هناك وحدة للصف فالسياسيون اليوم بات اسمهم الفرقاء السياسيون هذه العملية للأسف مؤسفة وهذه هي كانت المناطق التي لم يدخل إليها تنظيم داعش